طيب دكتور شادي دلوقتي لو احنا قلنا الاكسوجين النشط اثبت فعلا وجوده في علاج الامراض المناعية يعني دلوقتي ما فيش حد يقول انا عندي شك ان الاكسوجين النشط مش هيجيب معايا نتيجة لأ ده خلاص احنا عندنا ثقة انه هو هيجيب نتيجة معاه طبعا زي ما احنا دكتور طارق تفضل الامراض المناعية عبارة عن حكتين ما لهمش تالب جهاز مناعة مختل اخ كبير زو عضلات مختلها يضرب اخوة الصغير اللي هي الخلية العادية جوه الجسم فالطب التقليدي العادي هو بيعمل ايه يثبت الخلايا ويثبت جهاز المناعة فالجسم اول ما يجيله دور برد وده اللي حصل في الناس اللي هاتي تعاني من الامراض المناعية اثناء فيروس كورونا ايه الاغلبية منهم يعني سبحان الله يعني انتجوا الى الله انما لما بندي اكسوجين نشط فدوم بيقوي جهاز المناعة يخليه قوي ويعمل له موديوليشن زي ما دكتور طريق تفضل يخليه يقول له فوق ده اخوك الصغير واخوه الصغير احنا بنقوي فالاتنين بيبقوا اخوية جدا البيت محدش يقدر يهجمه اكيد والناس اللي بتعاني من الامراض المناعية عارفة الكلام ده احنا على دخلة الشتاء كانوا بياخدوا برد بدل ما يعود في 3-4 سيام الحاسفية كمان وتقفل صدرها فكل ده وان الناس اللي بتتفرج عارفة ده بيبقى كارثي فطبعا ان احنا بنقولهم في خلال شهر ونص شهرين انت حضرتك بتتحسن تحسن فوق 90% مما يعجز عنه الطب التقليدي فطبعا ده حاجة نتيجة هيلة جدا